ترأس سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى لشباب والرياضة اجتماع لجنة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة مشيدا سموه بالجهود التي يبذلونها في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنفيذ توصيات وخطط وبرامج اللجنة بما يتوافق مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تساهم في مزيد من النهضة والرفعة والتقدم لقطاع الشباب والرياضة وأكد سموه أن عودة النشاط الرياضي مؤشر إيجابي يبعث على التفاؤل في عودة الحياة الطبيعية من أجل دوران عجلة التنمية من جديد بعدما تسببت جائحة كورونا كوفيد-19 في توقف العديد من النشاطات من أبرزها أنشطة الرياضية مضيفا سموه أن مملكة البحرين استطاعت أن تواجه جائحة كورونا بوعي مجتمعي كبير وتضافر جهود جميع قطاعات الدولة والذي ساهم في وضع البحرين ضمن خانة الدول المتقدمة التي نجحت في الحد من انتشار هذه الجائحة بعدها اطلع سموه على عدد من الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة والتي عقدت خلال شهر يوليو الجاري حيث اتخذت اللجنة فيها عددا من القرارات التالية أولا فيما يتعلق بالمرسوم الملكي بتحويل الأندية إلى شركات تقرر التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع الأليات والضوابط لتحويل الأندية إلى شركات ثانيا أشادت اللجنة بالتفاعل المميز لمجلس الوزراء من خلال موافقته على تعديل لائحة المكافآت لتقديم الحوافز للوفود المشاركة في البطولات والدورات والمشاركات الرسمية والذين يساهمون بإنجازاتهم في رفع مكانة مملكة البحرين في المحافل الخارجية ثالثا ثمنت اللجنة القرار الذي اتخذته اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بسماح للأندية الصحية وبرك السباحة وملاعب التأجير باستئناف النشاط الرياضي بدءا من السادس من شهر أغسطس المقبل وفقا للاشتراطات الصحية رابعا قررت اللجنة تحويل عملية توزيع إعانات الاتحادات إلى المجلس الأعلى لشباب والرياضة خامسا فيما يتعلق بتعديلات اللائحة النموذجية للأندية تقرر السماح لوزارة شؤون شباب والرياضة بتزكية أعضاء للأندية حيث إن الوضع الحالي يتوجب تزكية عضوين من مجلس إدارة النادي والسماح بعقد الاجتماعات إلكترونيا وتحميل الرئيس ومجلس إدارة النادي مسؤولية الديون في حال التوقيع دون توافر ميزانية وعدم دفع أي مبلغ دون توافر عقود والتواصل مع الأندية إلكترونيا عن طريق برنامج تيمز وإيقاف التواصل الورقي ووضع رؤية منفصلة لقطاع الشباب والرياضة تتماشى مع رؤية البحرين 2030 وتشكيل فريق عمل من مختلف الجهات لمراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية سادسا إنشاء الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية وتعين الدكتور جمال صالح رئيسا للجمعية سابعا إصدار قرار ينظم تفريغ الرياضيين والإداريين للفعاليات والمشاركات الرياضية وقد حث سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الجميع على مواصلة الجهود بهدف تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية وبناء وتطوير الحراك الشبابي والرياضي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر